الصوم حين يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم الصومكم يوم تصومون والفطر حين تفطرون يعني أنه إذا اعتمد الإمام المسلمين اعتمد إعلان الصيام فإنه يجب على كل مسلم أن يصوم مع المسلمين إذا ثبت دخول الشهر وأعلن ذلك فإنه يصوم إلا إن كان له عذر من مرض أو كبر فهذا معذور بالرخص الشرعية أن يفطر إن قدر على القضاء يقضي وإن لم يقدر على القضاء يطعم عن كل يوم مسكينة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكذلك الإفطار إذا ثبت إنتهاء الشهر وأعلن ذلك وأعلن الإفطار فإن المسلم يفطر مع المسلمين ولا يشذ عنهم لأن بعض الناس قد لا يثق والعياذ بالله قد لا يثق بصوم المسلمين ولا يثق بإعلان الصيام والإفطار فهذا من الجهل هذا من الجهل ومن الشذوذ الذي يخاف على صاحبه من الظلال نعم